اشتركوا في القناة وهو موعد بث الحلقة في منزلة الشوالة وحيال الضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر رح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة 58 دقيقة من مساء اليوم الأربعة اللي هو موعد بث الحلقة بتوقيت جرينيج يعني احنا من بث الحلقة الساعة 2 بتوقيت جرينيج عصرا فهي بتكون الساعة 58 دقيقة القمر بنتقل من منزلة الشوالة لمنزلة النعائم وهي الإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل في هاي المنزلة طيلة يوم الخميس القمر موجود في برج القوس زي ما حكينا فعشان هيك بالطاقة اللي بتتركز على جميع الأبراج في هاي الفترة نشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مراحا وننطلق على سجيتنا ليتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والرياضة والسفر والمغامرات بوسعنا في هاي الفترة اتراض مال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما تجربة الحظ برضو مبصير والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا اللي البطيئة اللي مأثرخ لهذا اليوم والأيام القادمة أول زاوية هي تزديس ما بين المريخ وبين نبتن وهي تأثيراتها لغاية يوم ستة وعشرين واثنين بيكون عندنا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا كما أنه هاي زاوية بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ما ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم سبعة وعشرين واثنين طبعا هاي زاوية سلبية جدا بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل للمسائل اللي بتكون في حياتنا كما أنه في هاي الفترة بصيبنا نوع من أنواع عصبية المزاج ومنرتكب أخطاء وممكن نتهور بالقيادة أو بالحركة هذا الشيء ممكن يعرضنا لإصابات هذا الوقت غير مناسب للشراكات ما بين الأشخاص لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة لأنه ممكن يخذلكم أما بالنسبة لها دوليا فهي تدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين المتشدد أو المتطرف وبتشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات لحركات المقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما أنها بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين كرونوس وهاي مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاث هاي الزاوية بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وطبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم سبعتاشة ثلاثة فبيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للسلبية في هاي الزاوية أنه أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل الأول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتبقية جرينيتش من صباح اليوم الخميس فمنشعر بقوة الفكر والقدرة للإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة 11-18 دقيقة ظهرا طبعا تأثيراتها من ساعة الصباح لساعة المساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة كنا نذكرها في الأيام الماضية هي زاوية إيجابية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين التون وهاي طبعا ذروتها اليوم ولكن إنه هاي مستمرة تأثيراتها لغاية يوم 27-2 بتضفي علينا هاي زاوية نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا ذروتها ساعة 10-44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها من ساعات العصر بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اللي لازم أنه نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أنه نراجع الطبيب أو نوخذ أدوية لهذا الموضوع الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية برضو بالنسبة للعمليات الجراحية اليوم ما في أي مشاكل لعمل عمليات جراحية بالعكس اليوم مناسب جدا لهذا الموضوع ولكن غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبر ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فطبعا اليوم مناسب ما في أي مشاكل لهذا الموضوع ممكن تظهر بعض الأعراض اللي بس بندهول معاها انتفي بالغرض يعني بالنسبة لعمر القمر القمر اليوم انحسار الهلال عمره 24 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 طبعا سعيدة الآن هي بنسبة 45% ولكن في ساعات الظهر تصير سعيدة بنسبة 70% القمر في القوس حتى يوم 25 اثنين الآن هو سعيد بنسبة 10% ولكن مع ساعات الظهر تصير منتحس بنسبة 15% ظهر يوم الخميس أما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 50% الظهرة في الجدي حتى يوم 6-3 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورانس في الثاورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن مستقر في البيت التاسع يعني اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيدوا حماستكم وبتطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتطلقوا إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي الدينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة ها يعني أجواء إيجابية داعمة رغم أن الشمس وجودها في بيت المتاعب بيضغط عليكم بشكل سلبي بتشعروا ببعض التعب أو الارهاق أو أنه في أمور مش ماشي معاكم إلا اليوم أنه بكون لصالحكم برج الثور القمر اليوم في البيت الثامن اللي هو بيت الشراكة المالية يعني كل الأموال اللي بيكون معكو شريك فيها ممكن زوج البنك ضريبة تامين ميراث هاي كلها أموال مشتركة حتى الديون أموال مشتركة فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكو تحسنوا من أدائكم فوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط لكل الأمور حاذروا المواقف المتصلبة وبرضو ما تكونوا قاسيين مع أحبائكم وما تهملوا واجباتكم وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالعائلة لأنه ممكن في أمر عائلي يلفت انتباهها برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر مقابلكم تماما في بيت الشراكة بعطيكم إيجابية ولكن بعطيكم سلبية في نفس الوقت لأنه بضعف من طاقتكم فهذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل في العاطفة في الشراكة اللي إلها علاقة بشراكة جديدة ولكن بتكون تتفقدوا بنودها بشكل جيد السلبية إنه بتكون تتجنبوا الغضب والانفعال ما تخلي أي شخص يستفزك اليوم احمي سمعتك ما تشوهها عليك اليوم خوض امتحانات قبل الحصول على الجائزة اليوم بدك تتحامل على نفسك قدر الإمكان وحاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج السرطان القمر في البيت السادس وهو بركز على العمل وعلى السحة أكثر إشي فعشان هيك اليوم بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكون تنتبهوا لغذائكم وغاحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم ما تخلي أي شخص يثير انفعالك وخصوصا زملائك في العمل أو في مكان عملك يعني برضو بدك تتسيطر على غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم الموعيد وركز في أعمالك بشكل جيد ما تمشي بعملين مع بعض انجز واحد بعدين انتقل للآخر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن موجود في البيت الخامس اللي هو بيت العلاقة بالعاطفي والحب والأحبة والأبناء والوالدين اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحداك ومتعزيز العلاقة معهم وبرضو بالمقابل ما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم بترتفع عندكم المعنويات وبتكونوا أكثر مرونة وممكن تحققوا إنجاز مهم بتنتعش العواطف وبتحس إنه في شيء جديد رح يدخل حياتك وبتشتد الروابط عندك متانة وثقة وخصوصا من الروابط العائلية أو العاطفية الأهم إنك ما تتحكم بالأحبة وتسيطر على انفعالاتك برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بما إن القمر تربيع مع برجكم يعني في البيت الرابع بكون صعب شوي بيعمل بعض المشاكل ولكن بخل الإهتمام كله إما على المسكن على الأمور العقارية أو على الأمور العائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر الضغوط والمتاعب اللي ممكن تكون أعطال أو نقاشات حوارات مشاكل موضوع نقاش معين التزام بشيء عائل كبير يعني من هاي الأمور وبرضو بتحمل بعض الأفراح عودة شخص من سفر أو مناسبات عائلية هاي فترة إجمالا بكون فيها بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بتكون تحاذروا الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن تعاكسك وتعاكس ظروفك وتسبب لك بعض الإرباك الإرباك برج الميزان القمر موجود في البيت الثالث والبيت الثالث هذا العلاقة بالتنقلات والاتصالات والامتحانات والحوار والترويج فاليوم بتنشطوا بالسفر قصير أو اتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة برضو مع أخ أو جار برضو بناسبكم اليوم تكثيف تحركاتكم وممكن تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة تامة كي بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وهاي فترة إيجابية نقدر نحكي جدا فعشان هيك بدك تستغلها ولكن الملاحظة الوحيدة اللي بد أحكي لك إيها عشان تنتبه انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك تنقلاتك بدك تنتبه عشان زاوية عطارة اللي ما تأثر عليك اللي بتسبب مخالفات وحوادث ومشاكل إلها علاقة بالحركة وبالسيارات أما بالنسبة لنقاشاتك فهي الحدة وخلي كلامك واضح برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الثاني اللي إلو علاقة بالمكاسب المالية فعشان هيك اليوم بفتح لكم فرص لمكسب مالي بيجي أغلبه من عمل إضافي مستردات هبات الديون قديمة بتستردها مغامرات مالية بتحقق مكسب منها ممكن برضو هدايا فيعني فيه فرص لهاي الأمور مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات تمنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لرحلة جديدة وممكن تحدد أولويات والميزانية المالية فيها وخصوصا مصاريف ممكن تيجي استشفائية أو مصاريف منزلية فعشان هيك نقول لك لأغلب المكاسب يا إما تيجي من أموال لك بتستردها أو من عمل إضافي أو هدية عشان هيك قدم على المكاسب هاي بحرية برج القوس بما إنه القمر موجود عندكم معناته اليوم أنتو ثقاتكم بأنفسكم رح تكون كبيرة وبعمكم النشاط ممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم اللي اجتماعية برضو الفترة هاي بتدعمك وممكن يعني تحصل على خبر أو يجيك خبر سارع هيك ويكون بمثابلة إشارة أو انطلاق جديد في حياتك فهاي فترة ناشطة وفيها حماسة بفضل بفضل الله أولاً ولكن وجود القمر في برجك بدعمك بشكل كبير فممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما فعشان هيك اليوم ما لازم تظلك ساكن يعني بدون حركة فلازم يكون عندك نشاط ومثابرة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي يعني الله يكون بعونكم إلى غاية بكرة لأنه القمر موجود في بيت متعبكم يعني بدك ليوم الغد ساعات ما بعد عند العصريات يوصل القمر لعندك فعشان هيك من الآن لبكرة اللي هو يوم الجمعة بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وما تبالغ في إنجاز الأعمال الموكلة لإلك أو الأعمال المتراكمة بدك تعمل بشكل روتيني وتعطي حالك شوية نشاط وفي أوقات ما عندك عمل حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة لأنه هاي فترة فارغة من الحضوظ والدعم بدك تخفف وطيرة عملك ما تحسم أمر ما تنجرف وراء أفكارك السوداء والهواجس وأمور لها علاقة بالوسواس ما بد عنها برج الدلو القمر اليوم موجود في بيت الأصدقاء صحيح هو بضغط شوي عليك ولكن الأجواء أحسن فاليوم بوسعك تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت اليوم بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد يعني فيه نجاح ورح يكون الأمور فيها تميز أهمش أنك ما تهم الواجباتك كون منظم وكون دقيق الأجواء اجتماعيا إذا استغليتها بتكون لصالحك وممكن تحقق من علاقاتك مكاسب معينة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة وبرضو إلو علاقة بالعمل فعشان هيك هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في منكو أشخاص شوي ممكن يغاروا على مصالحهم وهدولا ممكن يحصلوا على مكسب مكسب بيجي من رؤساهم بالعمل أو إنجاز أعمال يكافوا عليها أما الأشخاص اللي بيهملوا بأعمالهم فهدولا ممكن يلاموا أو يتوجه لهم انتقاد فهذه الفترة ممكن تكون يا أسوأ الأيام الشهر يا أنجح أيام الشهر طبعا على حسب نشاطك تأثيرات القمر دائما لما بتكون في بيت السمعة بتكون ثقيلة على العصاب والمعنويات فعشان هيك يحاول إنك ما تتذمر على ما اسمع من أحد وأصبر ما تقال في القوانين ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يهرض الله ورض الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء